اشتركوا في القناة السؤال بيقول إذا كان المسلم يواجه مشكلات كثيرة في حياته ولا يستطيعها فهل يجوز له أن يدع على نفسه بالموت حتى يستريح من هذه المشاكل خلينا نشوف الإجابة بتقول إيه طول العمر المؤمن الذي يعمل صالحا خير له من الموت قال النبي خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواي أحمد والترمزي وصححه الألبيني في صحيح الترمزي قال صلى الله عليه وسلم توبى لمن طال عمره وحسن عمله رواه التبروني وأبو نعيم وصححه الألبيني في صحيح الجامعة وروا أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلين أسلم مع النبي واستشهد أحدهما وأخرى الآخر سنة قال طلح ابن عبيض الله فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فعجبت لي ذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله فقال رسول الله أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة ألاف رقعة أو كذا وكذا رقعة صححه الألبيني في السلسلة الصحيحة يبقى ليفهم أن الإجابة دي أن الإنسان كل ما طال عمره كان أحسن لأن عمله الصالح هيكون أكتر واستشهد بحديث لطلحة أنه شاف في المنام أن اتنين مسلمين أصلعموا في نفس الوقت منهم مات شهيد والتاني مات بعده بسنة لكن اللي مات بعد الشهيد بسنة دخل الجنة قبل الاستشهد فلما سأل رسول الإسلام قال له علشان هو صام في السنة دي رمضان وصلى أكتر منه يعني أعماله بيقيت أكتر من الشهيد وخلينا نكمل الإجابة وقال الرجل يا رسول الله أي الناس خيرا قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شرا قال من طال عمره وساء عمله روى أحمد والترمزي وصححه الألباني في صحيح الترمزي لذلك قيل البعد السلسلة طاب الموت قال يا ابن أختي لا تفعل لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الضحر وقيل لشيخ كبير منهم أتحب الموت قال لا قد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره فإذا قمت قل بسم الله وإذا قعدت قل الحمد لله فأنا أحب أن يبقى هذا وكان كثير من السلف يبكي عند موته أسفا على انقطع أعماله الصالحة والأجل ذلك نهى النبي عن تمني الموت لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ولزة العبادة وفرصة التوبة واستدراك ما فات فعن أبي هريرة عن الرسول قال لا تمنى أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله إنه لا يزيد المؤمن وامره إلا خيراً رواه مسلم فجمع أبينا النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به على النفس يبقى إحنا نفهم إيه؟ يبقى إحنا نفهم إن الممنوع حد يتمنى الموت ولا حتى يدعي به على نفسه يعني محدش يدعي بالنموت على نفسه ونكمل وأنا مش هذكر كل الأحاديث لكن الصحيح منها وعند البخاري بلفس لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد وإما موسيئاً فلعله يستعتب قال النووي في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت اللي درن نزل به من فاقة أو محنا بعدوه ونحمه من مشاق الدنيا فأما إذا خاف ضرراً أو فتنا في دينيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وقد فعله خلائق من السلف وقوله يستعتب أن يسترضي الله بالإقلاع والاستخفار يبقى بيأكد عدم تمني الموت بس لو خاف من فتنة معينة في دينه ممكن يتمنى الموت خلينا نكمل وسمع ابن عمر رجل يتمنى الموت فقال لا لا تتمنى الموت فإنك ميت وصل الله العفية فإن الميت ينكشف له عن هول عظيم قال ابن رجب رحمه الله وقد كان كثير من الصلاحين يتمنى الموت في صحته فلما نزل به كراها لشدته ومنهم أبو الدرداء وسفيان السوري فما الظن بغيرهما والنهي عن تمني الموت إنما هو إذ كان سبب ما يحصل للمرء من ضرر في أمور الدنيا فإن تمني الموت حين أزن دليل على الجزع مما أصابه فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي لا يتمنين أحدكم الموت من ضرر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي متفق عليها يعني هنا نشوف الفتح وشرح حديثه وقوله من ضر أصابه يعني بذلك الضرر الدنياوي كالمرض والابتلاء في المال والأولاد وما أشبه ذلك أما إذا خاف ضرر في الدنيا كالفتنة فإنه لا حرج من تمني الموت حين أزن كما سياته ولعل هذا الذي طلب الموت ليستريح مما به من ضرر يعني لعله أن يزيد تعبه ويتصل ألمه وهو لا يدري فعن أعيشة قالت قيل يا رسول الله باتت فلانا واسترحت فقطب الرسول وقال إنما يستريح من غفر له رواه أحمد وصحاحه الألبان في السلسلة الصحيحة يعني لو قالت ده مات واستريح أنت لو شفت واحد تعبان أو عيان وروح تقولت يا ده مات واستريح لا ما تقولش كده الرسول غضب من عيشة وقال لها لما قالت إنه فلانا ماتت واسترحت قال لها لا ما تقولش كده وهنا بقى في آخر الحلقة أنا عندي سؤال في سورة البقرة 94 كل إن كانت لكم الضر الأخيرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صدقين ليه الله بيطلب من اليهود إن لو كانوا متأكدين من الضر الأخيرة يتمنوا الموت وكمان في سورة مريم 23 بيقول لها إيه فلما جاء المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني موت قبل هذا وكنت ناسيها المنسان هل يعقل إن مريم كانت بتتمنى الموت زي ما القرآن قال كده يا ليتني موت قبل هذا وطبعا هي أصلا فيه بشارها ملايكة جاءت وبشارتها يعني وجاءت عند الواد قالت يا لتني كنت موت تيجي بقى عند الواد تقول كده فدلوقتي الله بيقول لليهود لو كنتم صدقين يتمنوا الموت ومريم تلاقيها تتمنى الموت لكن في الإسلام يقول لك ما تتمنىش الموت وانا حطت السؤال ده مع سؤال السائل وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة